بالنسبة للناس اللي كي تجدد لهم السحر المأكول فيما كي يحيد السحر كي يولي له فاجبنا لكم اليوم ان شاء الله عز وجل وحد طريقة اللي مباركة ومجربة باش تخلصك من السحر نهائيا فعبقى معنا في هذا الفيديو هذا وما تمشي فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضرتكم في هذا اللقاء بزاف دي الناش كيتشكو ومد جديد دي التوكال كي تجدد لهم السحر المأكول فبإذن الله عز وجل غادي نعطيك واحد الوصفة بإذن الله غادي تطبقها وان شاء الله غا تولي باخير من هات السحر هذا المأكول الخطير اللي بزاف دي الناش كي سحروا الأخوات دي لهم وكي سحروا العائلة دي لهم كي سحروا جيران دي لهم بالسحر المأكول وهات السحر هذا فيما كيتفسخ أو لكيتجبد كي يولي يرجع فشنا هو الطريقة اللي غا تخلصني من هذا السحر السحر المأكول عنده عدة أعراض إن شاء الله غا تنتكرهم في فيديو قادم إن شاء الله تعالى بالنسبة لعلاج جيله سهل أول حاجة وهي الصلاة تاني حاجة وهي القرآن الكريم تلاوة القرآن وإنسان يذكر الله عز وجل وكذلك الاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقات إخوان أخواتي أنصحكم بالصدقات والصدقة فهي أجرها عند الله عظيم وبإذن الله عز وجل غا نعطيكم الوصفة التالية وهي الوصفة نحتاج إلى مقدار من السدر ونحتاج مقدار من الملح ثم نأخذ خمس لتر من الماء نضع فيها القليل من السدر ونضع فيها القليل من الملح ثم نقرأ عليها هاتش اللي خستك تقرأ عليه وركز معي على هاتش اللي غا نقول لك أولا فاتحة الكتاب سبع مرات هذه الآية اللي غا نقول لك يعني كلهم غا يتقرأوا سبع مرات فاتحة الكتاب سبع مرات الخمس الأوائل من صورة البقرة الآيات الآخرتين من صورة البقرة كذلك آيات إبطال السحر كذلك المعوذتان وصورة الإخلاص وآيات الكرسي وآيات العين والحسد هتأخذ يديك البيدو دي الخمس الليتر غا نأخذ منه اللي أنا بقى نشربه منه ونأخذ كذلك اللي باقي ندوش به حاولي أنك تدريه في تلاجة ويكون بارد ودوش به بارد أو لدوش به بارد إلا قدرة الدراد العملية ثلاثة المرات في اليوم فأحسن فبإذن الله عز وجل شافية كافية بإذن الله مع تلاوة القرآن ومع كذلك صورة البقرة يوميا وكذلك الحفاظ على الصلاة بإذن الله عز وجل والإكتار من لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وبإذن الله عز وجل تستعمل هاد الوصفة سبع أيام وإحنا كنا نهضروا على السحر المأكول بغيت نقدم لكم واحد الآشاب اللي كنخدموه بيوم داخل المركز كيخرجوا السحر في مرة ما يبقاش عندك السحر كتستعملها سبع أيام ثلث أيام بإذن الله كيخرج داك السحر إلا ما خرج كتزيد واحد لربع أيام خورا وبإذن الله عز وجل يخرج لهم هاد الأعشاب المباركين استخدمناهم في المركز وجاب الله تسير شحم من واحد شكرنا عليهم وشحم من شهادات دي الناس أنهم شكرون على هاد الأعشاب هادو مهم أخوتي اللي بغاه داخل المغرب ولا خارج مغرب فمرحبا وألف مرحبا إلا كنتي بعيد على مدينة سيدة قاسم فارق نصيفطوه فيما كنتي في المغرب نصيفطوه لك إن شاء الله وبنسبة للتمن دياله وراك يدير مية الدرام هذا شي باش كنبيعوه داخل المركز عندنا مهم أخوتي بلا ما نطور عليكم جعدنا للمقر نولي نذكر بالعنوان ديال المركز سيدة قاسم حي جوهارة العمر 1283 قرب التكوين المهني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته